اهلا بكم من جديد افتتح سعادة الدكتور عبدالحسين من علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء افتتح بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة ورشة تدريبية تنهي الأولى من نوعها للحصول على شهادة معتمدة للمقاولين والاستشارين المتخصصين في تركبة أظمة الطاقة الشمسية وتستمر هذه الورشة تدريبية على مدار خمسة أيام حيث سيتم تقديمها للدفعة الأولى من المقاولين والاستشاريين الذين سيحصلون بعد ذلك على شهادة معتمدة القيام بأعمال تركيب وربط أنظمة طاقة الشمسية في شبكة الكهرباء الحكومية وسيتم طرح مثل هذه الورشة التدريبية بين فترة وأخرى لعدد من الدفعات لتمكن من تغطية احتياجات السوق المحلية في توفر المقاولين والاستشارين المؤهلين لتركيبات الطاقة الشمسية نحن صراحة هذا يوم تاريخي للبحرين حيث أن المجال سيفتح من اليوم مرايح للأشخاص لكي ينتجوا الكهرباء من الطاقة الشمسية وإذا كان عندهم إضافة يريدون يضخونها يقدرون يضخونها في الشبكة الحكومية ويحصلون على خصم لأن في السابق كان إنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع الكهرباء كان حكر على الحكومة من خلال هيئة الكهرباء والماء واليوم بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبعد موافقة مجلس الوزراء أصبح المجال مفتوحا لجميع الأشخاص أكد وزير صناعة وتجارة والسياحة سعادة السيد زيد بن راشد الزياني أهمية الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 جاء ذلك لدى رعاية الوزير الزياني حفل تخريج خمسة أفواج من متدربي برنامج تنمية وتطوير رواد الأعمال والذي يقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو وأكد الوزير الزياني أن استراتيجيات الحكومة تضع قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تشجيع رواد الأعمال المؤهلين للانخراط في المشروعات الناشئة وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب المزيد منهم يتحول من طالبي فرص عمل إلى أصحاب أعمال سعدنا اليوم بتخريج دفعة جديدة من برنامج الأمم المتحدة اليونيدو والذي دشنا مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ عوام عديدة في مملكة البحرين ونفتخر أن نشوف شباب وشابات البحرين ينطلقون في مجال ريادة الأعمال وتحولهم من باحثين عمل إلى خالقين لفرص العمل طبعاً هذه سياسة واضحة تتبعها الوزارة بتوجيه من الحكومة الرشيدة أن ندعم القطاع قطاع ريادة الأعمال قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة اليوم يخرج الفواج 88 إلى 93 في طوالحنا وصلنا الحين إلى دعم أكثر من 8000 رائد عمل بإقلال التدريب وتقديم المشورة ووصلت موجوداتهم تفوق إلى 2 بليون دولار وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة في مملكة البحرين عبر النموذج البحريني الأزواء القادمة إن شاء الله سوف نصل إلى المئوية سنبدأ نشتغل على تدريب الفوج رقم 100 فإن شاء الله سيكون من أهم الأفواج لأنه مركزين على الفوج رقم 100 أن يكون فيه كثير من الإبداع والابتكار من رواد العمل أعلنت شركة مزاد بالتعاون مع شركة العربية للمزادات عن طرح مجموعة من فئة الأرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة بأسعار ثابتة وأيتاحتها للراغبين في اقتنائها عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات الظاهرية على الشاشة أو تطبيق الظاهر أو التطبيق الخاص عبر الهواتف النقالة Arabian Auction وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نفادي الكمية ويأتي هذا العرض مواصلة لنشاط الشركة في طرح الأرقام من الفئة الجديدة للوحات السيارات الخاصة وإتاحة الفرصة أمام الجميع لإقتنائها خاصة بعد نجاح الطرح الأول للأرقام بالأسعار ثابتة ولا نتابع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة اقتصادية مشاهدين مع فقرة تغلاقة البورصة لبدأ تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث وقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبة 0.21% عند مستوى 1335 نقطة وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و 815 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 703 ألاف دينار تم تنفيذها من خلال 97 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 49% للقيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة نتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.34% عند مستوى 7513 نقطة متأثرا من خفاض مؤشر قطاعي العقارات وأيضا انتياج الأدوية بورصة الكويت أغلقت على تراجع أيضا بنسبة 0.29% عند مستوى 6620 نقطة وذلك انخفاض كبير لمؤشر قطاع الطاقة ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي جاء بارتفاع أغلاقه بنسبة 0.23% عند مستوى 4636 نقطة مدعوما بتقدم كبير لمؤشر قطاع الطاقة فيما سجل سوق دبي المالي الخفاضا بنسبة 0.53% عند مستوى 3512 نقطة بسبب انخفاض مؤشر قطاعي السلع الاستلاكية وأيضا العقارات في حين سجل سوق مسقط إلى أوراق المالي الخفاضا كان الأكبر في تدولات اليوم بنسبة 0.90% عند مستوى 4978 نقطة متاثرة بتراجع كافة مؤشرات البورصة العمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر